السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلا وسهلا بكم بي قناتي على اليوتيوب في مطبخ الاروز حلا وكل الهلا بيكم في فيديو اليوم نتعب نسو اليوم ماكروني بالزبادي فشي كلش سهل وطيب وتحبون الوصفة وان شاء الله جربوها وعلى قلبكم صدر الصحة والعاخ وخبر ما نبدأ نتمنى ان اذا او هادية اول مرة شاهدوا قناتي اشتركوا بقناتي واذا حبيتوا الفيديو خلوا لايك ودعموني وحسا نقول بسم الله ونبدي هنا عدنا ثوم مهروس نهنا بابريكة مع دانوس ماكروني 500 غرام زبادي 750 غرام وهاي كل المكونات اهنا عندي بانجرة بيها مي ثلاثة اربعة المي نضيف ملاقة ملح نضيف ملاقة ملح نضيف الماكرونية وزنها 500 غرام نخلط الماكرونية جيدا حتى لا تتسق بالطنجرة نعدي زبادي وزن 750 غرام نضيف جميع المكونات ثم مهروس نانا مجثف ليمون نخلط جيد المكونات ياريت ان ما مشترك يشترك بالقناة احاول اسرع الفيديو حتى لا يغطر عليكم هنا اندي دبس الفلفلة يتزيين الطبق ينطي شكل جميل وطعم نذيذ اكون سعيدة اذا تقولوا لي من اي بلد تشاهدوني بالتعليقات نضيف قريب الملح نحاول نخلط جيدا اصبح جيد اصبحت جاهزة مع كارونيا نضجت نضجت الماكرونيا بهذا الشكل تمام نضيف قليل خليط الزبادي والنعناء الثوم نحاول نجانس المكونات دايما نحبون الاطفال هاي الماكرونيا فاني سويها اعتمد هاي الطريقة كلش لذيذة اني عندي فضول من اي بلد تمشاهدوني وشكرا على المتابعة والمشاهدة ودعمكم الي انضيفه بالطبق التقديم بهذا الطريقة منتاز اصبح اني دايما لأسرع الفيديو حتى لا يطول عليكم نضيف قليل مع دانوس للتزيين يعطي شكل حلو ياريت تقولون رأيكم بالتعليقات واي وصفة تحتاجوها ياريت كتبولي بالتعليقات هنا نضيف عليك لدبس الفلفل سوينا التزيين يعني ما وصف لكم الطعم جدا جدا نذيب ياريت تجربوها اتوا متخيلوا وجربوا ولا تنسون تكتبون رأيكم بالتعليقات وبهذا الشي كي وصلنا نهاية الفيديو اتمنى يكون يعجبكم ان شاء الله يا رب واذا حبيت الفيديو حطوا لايك من ايدكم الحلوة اشكر دايما متابعتكم وتواجدكم دايما في قناتي ومع السلامة اشتركوا في القناة